تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جدي من سلبي أوروبا اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها حلقة اليوم بعد يوم رائع جدا في كرة القدم يوم رح نتذكره كثير ورح نعمل عنه قصص كثير في المستقبل عن يوم مجنون للغاية يوم بيقولك ما بتمتهي المباراة إلا لما يسفر الحكم وإياك تتوقع أنه الجودة ممكن يتفوز حد على حد كل شيء بصير وحسمه في أرض الملعب دائما بذكر مقولة شهيرة بريان كلوف بريان كلوف إحد الأساطير في الكرة الإنجليزية واللي له تصريح شهير بعد إحدى المباراة اللي خسرها في مباراة كان مرشح فيها قال لقد كنا على الورق مرشحين لكن للأسف المباراة تلعب على أرض الملعب وليس على الورق مباراتين مهمات جدا مباراة الأولى هنتكلم عنه وعن الثانية أيضا إسبانيا عم تتقدم وفرنسا الأعلى جودة الأعلى تكلفة الأعلى كل شيء وبطلة العالم عم بتودع البطولة عم تخرج أمام سويسرا المنتخب اللي في الدور الأول صح قدم أداء جيد لكن كان من الصعب تتخيل أنه هو يكون سبب خروج المنتخب الفرنسي نبدأ في المباراة الأولى إسبانيا وكرواتيا وحنتكلم كالعادة عن نقاط رئيسية بتلخص محور توجه كل لقاء في اللقاءات نتكلم عن إسبانيا المنتخب اللي أنا غردت بعد المباراة الأولى والثاني والثالث ضليت أركز عن نقطة واحدة مهمة هذا المنتخب قوي جدا من حيث تقنية اللعب من حيث نقلة الكرة من حيث استحواذه عم بيفرض استحواذه بشكل مستفز محطم للخصم بعض الأحيان وصلت اليوم الأمور قبل ما تبين كأنها الأمور حسمت مع كرواتيا لا استحواذ بالزيد عن 72% هذا سلاحهم سلاحهم ما عندهم هدف سلاحهم ما عندهم نجم سوبر يدخل بيعمل لك أربع خمس حركات فوزة سلاحهم هو بس أنهم بيقدر يملكوا الكرة ويحرموا الخصم منها وفي مع فريق مثل كرواتيا مع فريق كويس حيستفز حيخطأ وحتتتوسع النتيجة ونشوفها ثلاثة واحد هون كان في خطأ وهون كان في درس للويس انريكا هذا سلاحك ما تستغني عنه بدك تكون متحفظ امسك الأظهر شوي بس ما تقول أنا ما بدي الكرة لأنه هذا سلاحك أنت عم بتسلم سلاحك لخصمك استغني عن الكرة قليلا كرواتيا تقدمت كرواتيا حاولت كرواتيا بدلت جهد مجنون وقدرت تسجل التعادل مع إشارة واضحة للويس انريكا دفاعك هذا ما بيقدر يتحمل ضغط بهذا الشكل بهذه الأسماء إذا تتحمل ضغط ربما كان لازم التبديلات حتى المتعلقة بخط الوسط والهجوم تكون مختلفة تماما لأنه هذا خط الدفاع أساسا وبعض لعبين الوسط ما بيقدروا يعطوك تسعين دقيقة من حيث الحركية واللياقة في المباراة وبالتالي كان لازم تكون التبديلات أكثر مختلفة مع فكرة إنها تضل الكرة معك لكن بنفس الواقع الكرواتيا انهارت الكرواتيا حرقت نفسها مقابل تدعادل وهذا منطقي لأنه خسرت لها اثنين وأنا مش تعبان ما إلها معنى حرقوا نفسهم وبالأشوط الإضافية إسبانيا فازت بفارق اللياقة بشكل واضح للغاية تعلمنا اليوم إنه إسبانيا بتملك كرة بشكل مستفز لأي خسر بشكل قادر يهزم أي خسر وهمشي تتمسك بهذا السلاح وهذه كانت فلسفتهم اللي جابت كأس العالم وجابت كأس أوروبا لكن 2010-2012 ما كانوا عم يضغطوا عن نفسهم كثير بعد ما يتقدموا ما كانوا يقبلوا يرجعوا كثير كانوا يظلوا محافظين على هاي الكرة بشكل عام إسبانيا حتى الآن تلعب بتقنية ممتازة بانتشار كويس بناقلة كرة كويسة لكن خلينا نحكي أيضا شيء آخر مهم بتعلق بإسبانيا هذا الفريق لسه مش نارج كثير في لعبين صغار كثير في لعبين خايفين هل أنا جد هذه المسئولية ولا لا وبالتالي ممكن نشوفهم ما بيكملوا ممكن نشوف ما بيجيبوا اللقب لكن أعتقد اليوم وفي مباريات سابقة تبين أنه إسبانيا بلشت تعمل بدرة جديدة لمنتخب جيد في المستقبل وبرجأ أقول مش هستبعد ولا أستغرب لو شفتهم بالتوجه رغم أنهم أكيد غير مرشحين على الورق كما قال الروح للمباراة الثانية مباراة الثانية سويسرا لو ترجعوا الحلقة الأولى عملتها بعد ويلز وقلت أنا معهم مخياب وظني ضد إيطاليا كنت توقع للمباراة أصغب على إيطاليا قلت هذا المنتخب بيلعب بتقنيئة بيلعب بكرة قدم حلوة بفريق لعيته كويسين كلهم كل واحد فاهم دوره فاهم دور زميله اللي هم سنين بيلعبوا مع بعض مدرب اللي هم معهم سنين أيضا وبالتالي الفريق كثير منسجا فكنت متوقع إنها ما تكون مباراة سهلة فرنسا بس من استحيل كنت أتوقع إنها تكون مباراة خروج فرنسا يعني مش منطق وعشان تهزم فرنسا إنت لازم تفوق عليهم فرديا وجماعيا لأنه عندهم كثير من الأبطال الخارقين اللي شفناهم اليوم بربع ساعة بس بشدوا السرعة برفعوا اللعب بصير نتيجة ثلاثة واحد بس رغم ذلك كان في غلطة كبيرة خلينا نحكي بدأ فيها دي شام باللقاء عنده رياب شكان الجميع بيعرف بمركز الظاهر الأيسر لوكاس هرنان بزمج جاهز مية في المية فرح لخيار الثلاث قلوب دفاع خيار هو ما لجأ له كثير من أول موصل لفرنسا خيار خلينا نحكي غير جو الجميع عشان مركز واحد وهذا درس مهم يتعلمون جميع لما يغيب عندك لاعب أنت ما بتغير كل السيستم عشان غياب لاعب لأنك لما تغير كل السيستم كثير لعبين حياري بطله مرتحين من الظاهير لقلوب الدفاع لخط الوسط يعني ممكن حتى خط الهجوم حتتغير الأجواء حوله هذا التغيير اللي بصير بالسيستم من أجل لاعب واحد تسمح باللي صار اليوم سويسران دخلت اللقاء تقدمت كادت تحسم الأمور بالهدف الثاني حتى لما أنت تقدم عليها ثلاثة واحد هو صار عندهم الثقة بالنفس أنا بقدر أنا رحت مقفوز أنا بإمكاني أرجع وطبعا لأنه السيستم الجديد خليه أحسين أنه ديشام مش قادر يسيطر كعادته على الفريق بتبديلاته بعد ثلاثة واحد الأمور كانت عم تفلت أكثر وأكثر منه ربما مبارة كثير مختصرها مفيد بعض اللاعبين في فرنسا في هذه البطولة خيبوا الظن ربما أبرزهم إمبابي مش عشان ركل الترجيح ركل الترجيح بضيحها ماردونا وبضيحها بلاتيني وبضيعوها أساطير وبرتوباج أيضا أسماء كبير كي جدا لما نحطوا بهذا الموقع ضيعوا بلا نقاش لكن البطولة كلها بالنسبة لإمبابي كانت أقل من مستوى هذا أكيد نسخيني أحكي طوال البطولة ديشام ما قدمت فرنسا معها إلا ربع ساعة في كل مباراة مستوى كثير عالي مستوى كثير ساحق وكنا نحكي دائما والله ب2018 جاء بالبطولة بهذا الشكل اليوم خلنحكي صار العكس عمل الربع ساعة الساحقة لكن ما قدري سيطر لأن أعتقد خطأه الأكبر كان بالدخول برسم غلط رسم مش متعودين على اللاعبين غيرت الجو تماما على الجميع عشان المركز ربما كان ببساطة تحط كم بيب بظهير أيسر وتقول له اثبت بالخلف شوي ممكن تنزل كومن من أولها وتقول له جريزمان ارتاح شوي معلاش اليوم عشان عندنا ظروف لعلمنا استعيد ظهيرنا الأيسر خلنحكي بداية اللقاء هي كانت نهاية اللقاء طبعا كانت بالحض أكيد بركلات الترجيح لكن مباراة بتخليك تحكي وبطولة بتخليك تحكي ربما وربما وربما بطل العالم وبطل أوروبا يخوذوا كأس العالم بمدربين اجداد لاني يوم أمس حكيت ببرتغال واضح ان هالجودة الحالية مش الجودة اللي بيديرها سانتوس اللي جاب اليورو بس يبدو الجودة أعلى شوي أو مختلفة خليني أكون صريح مع فلسفته وبنفس الوقت برجع أحكي عندي شاب نفس الكلام اللي جاب كأس العالم والمدرب اللي أنا بحبه يعني ومقتنع انه بقدر يدير مباريات وبيقدر يدير مواسم لكن ربما فيه اختلافات الآن في هذه التشكيلة عن التشكيلة اللي جابت أيضا كأس العالم 2018 من حيث مستوى بعض اللاعبين من حيث انخفاض مستوى بعض اللاعبين ووجود أسماء جديدة ربما جاء الوقت لوصول زين الدين زيدان باختصار اليوم نتكلم عن فريق مثل إسبانيا لديه سلاح مهم خطير وفهم اليوم أنه أسوأ شيء ممكن يعمله يترك هذا السلاح في أرض الملعب حتى لو ما هجم حتى لو ما ضغط مهم جدا نظل المواصل حرمان الكرة لا خصل ممكن لبعض يقول لي يا عواد ما احنا ميتمرس معنا الاستحوال مش كل شيء صحيح بس الاستحوال هيكون مهم جدا وانت بتضيع وقت وانت بتقدم بالنتيجة لأنه خصمك هيكون مستعجل هيستنزل حتجد المساحات حتسجل بالنسبة لفرنسا نتكلم ببساطة ربما البداية كان فيها نوع من المبالغة بالتفكير من ديشام الضغط الإعلامي جاب نتيجته معه مع أنه في الماضي ما كان عم يسمع وفي المقابل في منتخب شجاعب يعرف كل لاعب منهم الثاني وهذه ميزة اوروبا وهذه فكرة اوروبا وهذه فكرة التطورة اللي بيصير بكرت القدم الاوروبية اليوم ظهر في واحد من أجمل أيام كرت القدم من سنوات يعني حتى لو أنا ما كان الاتحاد الاوروبي بقول بكرة إجازة يا عالم من كرت القدم لأنكم أشبعتم كثير اليوم في اللعبة نوصل هون لنهاية حلقة سلبي اوروبا كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا طبعا تتابعوني على سلبي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله